تسعد ملايين المصريين خمسة قرارات عاجلة من البنك المركزي بشأن مبادرة التمويل العقاري معكم أنا نور الصباح أهلا بكم استمرارا لتوجه الدولة في مساندة القطاع العقاري لأهميته في دعم الاقتصاد ودفع عجلة الانتاج قرر البنك المركزي المصري تعديل بعض شروط مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل الذين سبق وصدرت في ديسمبر 2019 والتي تم بموجبها في هذا الوقت تخصيص خمسين مليار جنيه لتوفير التمويل العقاري للمواطنين الذين يصلوا دخلهم الشهري إلى أربعين ألف جنيه للأعزب وخمسين ألف جنيه للأسرة سنويا وبسعر عائد ثمانية بالمئة البنك المركزي قال في بيانه إنه سمح بزيادة مدة التمويل حتى تصل إلى خمس وعشرين سنة بدل أن كانت عشرين سنة وسيكون من المتاح للعملاء الحاليين أن يستفيدوا من هذا التعديل البنك المركزي قرر إلغاء شرط الحد الأقصى لصاف مساحة الوحدة بالإضافة لزيادة الحد الأقصى لسعر الوحدة حتى يصل إلى مليونين ونصف المليون جنيه مع التسهيل لشروط الضمانات والسماح للبنوك بقبول ضمانات بديلة في حال عدم إمكانية تسجيل الوحدة طبعا القرارات الجديدة تأتي لدعم القطاع العقاري لتأثيره الإيجابي على الناتج القومي من خلال تشغيل الكثير من الصناعات والقطاعات المختلفة مثل المقاولات والتشييد والبناء بالإضافة لمردوده الإيجابي على الجانب الاجتماعي من خلال خلق فرص عمل بالمشروعات والصناعات المختلفة لكن ما هي مبادرة الثمانية بالمئة وما الفرق بينها وبين مبادرة الثلاثة بالمئة مبادرة الثمانية بالمئة كان البنك المركزي أعلن عنها قبل نهاية 2019 بهدف التمويل العقاري لمتوسطي الدخل وخصص وقتها لها شريحة تمويلية بقيمة خمسين مليار جنيه بفائدة تصل إلى عشر بالمئة متناقصة قبل أن يتم خفضها إلى ثمانية بالمئة متناقصة خلال الربع الثاني من العام الماضي لكن البنك المركزي قرر في آخر شهر يوليو الماضي طرح مبادرة جديدة للتمويل العقاري هذا تنفيذا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وبسعر فائدة متناقص ثلاثة بالمئة فقط وأطول فترة سداد تصل لأول مرة إلى ثلاثين سنة وخصص لها شريحة تمويلية بقيمة مائة مليار جنيه وحددت المبادرة الجديدة الحد الأقصى للدخل الشهري أو سعر الوحدة مقارنة بشريحة محدود الدخل التي تعتبر أكثر المستفيدين من هذه المبادرة لمواءمة شروطها مع مستوى معيشتهم في الحد الأدنى للدخل الشهري وهو 1500 جنيه وأن لا يزيد عن 4500 جنيه للأعزب و6000 جنيه للمتزوج أما متوسط الدخل فلا يزيد دخله الشهري عن 10000 جنيه للأعزب و14000 جنيه للمتزوج وبعد مبادرة الثلاثة بالمئة أكدت البنوك استمرار تفعيل مبادرة التمويل العقاري ذات الفائدة 8% متناقص سنويا أمام شريحة متوسطي الدخل الذين دخلهم ليس مناسبا للمبادرة الأخيرة وفي سياق آخر البنك المركزي الدولي كشف عن ارتفاع قيمة صافي الاحتياطيات الدولية من العملات الأجنبية الموجودة في خزائن البنك المركزي حتى نهاية شهر سبتمبر من العام 2021 بقيمة بلغت 153 مليون دولار بالمقارنة بشهر أغسطس السابق لها وأعلن البنك المركزي المصري أن صافي الاحتياطيات الدولية في خزائن البنك المركزي المصري قفزت لتسجل نحو 40 مليار و 825 مليون دولار بنهاية سبتمبر بالمقارنة بنحو 40 مليار و 672 مليون دولار في نهاية أغسطس من هذا العام وقال رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي في تصريحات سابقة إن بناء الاحتياطيات الدولية بمستويات غير مسبوقة قبل الأزمة والتنفيذ واسع النطاق للإصلاحات الهيكلية أهل مصر لأن تكون أكثر استعدادا لمواجهة الصدمات الخارجية وهو الأمر الذي انعكس في إقبال المستثمرين على إصدارات مصر من السندات الدولية بقيمة 5 مليارات دولار في مايو 2020 والسندات الخضراء بقيمة 750 مليون دولار والتي تم إصدارها الشهر الماضي ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة